السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم زملائتكم ياسمية السيد الفرقة الثالثة علاقة طبيعية بانها ان شاء الله شرح معكم المحاضرة التامة مصل تستوية بعنوان الاسسسمنت بتاع البستيريول بوستشور انا علشان اعمل الاسسسمنت فانا اعمل شوية اوبزيرفاشنس ملوحظات كده بعض بفرق اعمل مصل تستنج اعمل بقى حاجات كتيرة قوي علشان ايه علشان اطلع المشكلة موجودة فيه وعلشان اطلع المشكلة مفروض ان انا يبقى ان يعني بقى انه بقى حاجة بmışتاتم يعني. الحاجة الاسسي THAT 요청 ؟ او. آو انه اساسي الذي وصل المفروض ما reading لو هو المفرود يكون عليه لو هو المشأة لا يعني بقىше هذا ما يعني انه يعني امشكلة ما هو المشكلة فيجودي، و ما هي الاساسي وما هي الاسسنگاه الموني بيوستيرير واجتحسب الطبعة النب ايب ان تستطيعت فانا كاوستيريول بوستشر عنواننا النهاردة البستيرور قبل أن نبدأ بالحديث المسلم من سلم المسلمون من لساني ويدي ليه اللسان وليه الإيد لأن الإيد فيها قوة جثمانية لو أنت ربنا ما تديك القوة الجثمانية فأنت ما تستقواش نفسك على أطعف منك أو على أي حد عموما لأنها أزاية ثاني حاجة اللسان وبدأ باللسان اللي قصرت الأزاية اللي ممكن تيجي من اللسان لوحده تخيل أنت ممكن تكون إنسان كم الأزاية اللي ممكن تطلعها بلسانك الصبح مجرد أن أنت تمشي الصبح فاللسان هو أكثر حاجة بتأذي من حوالينا مننا سواء إذا كنت مدرك لده أو مش مدرك لده فالمفروض الحل بتاعنا إيه نحن نحاول على قد ما نقدر أن نكون لينين لينين في تعبرنا عن وجهة نظرنا لينين في تعبرنا عن قراءنا والحاجات اللي احنا بنحبها أو الحاجات اللي احنا بنكرهها أو الحاجات اللي ممكن تكون وحشة في الشخص اللي قدامنا أو اللي ممكن تكون حلوة أين كان لازم تخلي فيه لينين في لسانك وزي ما بيقولوا يعني زي ما بيقولولنا في تربيتنا يعني أن أنت حاول أنت تخلي الكلمة تعدي على مخك الأول قبل ما تطلع من لسانك بحيث أن أنت لما تبقى ناقد تبقى ناقد بناء ولما تبقى برضو بتبقى بتطلع مشاكل في حد أو حابب تناصح تبقى ناصح بناء لأن المسلم دايما بناء المسلم دايما إيجابي مش بيطلع منه الكلام اللي هو بيبقى بينزل على التاني وقع صعب أو وقع سيء فالمفروض أن احنا نحاول على قد ما نقدر نفكر في الكلمة اللي هنقولها هتقع على اللي قدامنا يعني وقع إيجابي وجميل يخليه حسن من نفسه ولا هتقع عليه وقع سلبي تخليه يكره حياته وده شيء بيعتمد عليك أنت وكمان ده شيء بتجزع عليه يعني لو أنت عملت حاجة حببت الإنسان في نفسه خليته صحع من نفسه بطريقة كويسة فأنت جزيت على ده ولو ما عملتش كده فأنت أخدت سيئات على ده تمام؟ فإحنا نحاول على قد ما نقدر أن نكون بناءين إيجابيين مع نفسنا ومع اللي حوالين تمام؟ نبدأ في محلطتنا عشان نتكلمش كتير هي نحن قلنا نتكلم عن البوستيرر بوستير طيب نحن قلنا عشان نعمل أساس منت المفروض يبقى في عندنا حاجة بيسيك بنمشي عليه ايه هو البيسيك اللي احنا هنمشي عليه حاجة اسمها البلومب لاين ايه هو البلومب لاين ده؟ البلومب لاين ده زي اللاين أوف جرافتي بالزبط نحن عارفين اللاين أوف جرافتي بيمشي في السنتر بتاع البادي وبيقسم الكسم النصيين للاثنين قد بعض وبيعدي خين اللاين أوف جرافتي؟ بيعدي قدام الساكرر برتبرا انتيرير 2 الاسة 2 طيب البلومب لاين ده برضو بيمشي بمحازات اللاين أوف جرافتي ماشي بس مما اني بستيرر ما هولكش قدام الساكرر برتبرا طيب المهم من ايه انه هو بيمشي بمحازات البادي محازات البادي لما ايجى كسم النصيه يعدي في الصعبة بتاع الجسم الإنسان مميشا لما اصبحismatic جسم descent هلاقي اني لدي البلومب لاين一次 ماشي Uneがとう Julian كل واحد في الجسم يمشي ثم تلاقييك المسك المسكط في نصين سكال مقسبا نصين في مدى اللاين اصبح Justin الفاين Alpha لو قلنا فرضنا ده بيبعد عن ده مثلا اول 15 سنتي مثلا 20 سنتي مثلا يعني فالتاني يجب يكون بيبعد بنفس الكيمة بالضبط المفروض ان هما الاتنين يكونوا على نفس البعد من البلانبلاين لو قلنا سكابيلو رايد بتبعد عن البلانبلاين حوالي من واحد ونص الاثنين انش اللي هما خمس سنتي تقريبا في المفروض سكابيلو ليفت كمان تكون كزيك بيعد في نص الفرتبرا في كل الفرتبرا بتاعت الباضي تمام كلها بيعادي في نصها كده confirme اني عنداننا تونيس والتو فوت توفيت اللي اتنين بيبقوا على نفس البعد من البلانبلاين فانا مفروض عندي كل حاجة منها اتنينا المفروض انه اللي اتنين يبقوا على نفس البعد من البلانبلاين لو في حاجة اللي اتنين فيها مش قصاد بعض او اللي اتنين مش قد بعض او الثنين المسافات مختلفة فمعنا كده ان انا فى عندي مسكلة وهذا الذي أتعامل معي لكي أفعل أساسمينت أيضا سأبدأ من أعلى نقطة في الراس لحد آخر نقطة في الجسم الخالص اللي هو في الفوت تحت طيب نحن نمسك هذا الكلينت بيقول عليه كلينت في الجزئية وهنمسك ونفحصه من أعلى نقطة فيه لحد آخر فنحن نمشي من فوق ونحن نمشي من فوق أول سنبدأ بها وهي الـ ما هي الـ المفروض عندي الـ المفروض أن يكون أساس بعض ودانه يكون أساس بعضها لو حصل أن هناك واحدة ليس أساس تانية فمعنى أن هناك شيئا عندي اسمها الترفلكشن معنى أن الـ ميلة لناحية معينة طيب طب هي هتميل بسبب بسبب أن العضلات اللي بتعمل لها حصل فيها مفروض بتخليها تعمل أو تخليها تعمل نطلع الفرشة اللي هي تخليها تجي الناحية دي حصل فيها أو اللي هي فيها سبازم لذلك شدها في الوضعية ما هو مش شددها براحته يعني أكيد غزبا عنه وهو مش قادر يرجع للوضع الطبيعي تاني لأنه يفرض الفترة كبيرة في الوضع السيئ ده فبالتالي مقدرش أنه يرجع تاني للوضع الطبيعي بسبب اللي حصل فأي ستريتشنج يجي عليها أو أنه يحاول يفرضها هيبقى بالنسبة لي وليس بقى لي طب مين العضلات اللي هي بتاعمل الموضوع بتاع اللاترالفليكشن ده خلينا متفقين على حالة إن في اللاترالفليكشن العضلات لو قلت لك إنه عمل ناحية فمعنى كده العضلات هي اللي فيها أو اللي هي حصل فيها shortening طبام ولو عمل ناحية اللفت طيب العضلات اللياتنين نفس العضلات العضلات هي هي التي ستعمل Happ e It. نغير كلمة Right ثم نغير كلمة Left من أصبح الأعضلات؟ Upper Fibers of Theta Rabbi disease Elevator Scabula Right Stornoschelinum Stornoschelinum Upper Fibers of Thetaampakis Elevator Scabula botmoschelinum Stornosch lokala وعامل estaحضة نحية Θالتين فهSabت، من هذه العضلات نحية Herod هي اللي فيها. ولو عمل نحية ��� فمعنا كده عضلات هي اللى فيها هنا بيقول لك ان الاحتفال ليس اقيم ơi هتلاقي الشخص ده ميل نحية وهنا بيوارك ان ان مش مزبوط المفروض ان طبيعي هو هو مش مزبوط في ما ت biom NHW في ميل فمد واجه ايه من سبب. فمعنى الناحية ان الناحية مال فيها فيها تعال economic هذه هي العام صوت gratuit ادعون المهم انت تعرف ارباع عضلات ايه او ginger تمام؟ في حاجة ريليتت بالهدو النت كمان اسمها التورتيكولوس التورتيكولوس دي حالة كونجينتال اكيد خداف الترمي الاول او خدته هينتوا بسيطة عنها يعني حاجة كونجينتال الطفلة بتولد فيها بقى الطفلة صغنونة هاي ما انتم شايفين فالطفلة ده بتولد بلاترال فليكشن عنده كونتراكشر في العضلات بتاعت اللاترال فليكشن و بتاعت الروتيشن فبتلاقي عامل لاترال فليكشن لون سايد ماشي لناحية و عامل روتيشن للادر سايد تمام لان الروتيشن بتبقى غالي من عكس اللاترال فليكشن يعني هو عامل لاترال فليكشن توزي رايد دلوقتي فمين العضلات اللي هتبقى فيها كونتراكشر رايد سترنو سكينيوم ستويد اللي فيتور اسكابيلة و من هو الابر فايبر سوف ترابيزيوس والاسكالين تمام؟ العضلات الناحية رايد و عامل ايه بقى؟ و عامل روتيشن للابسيت سايد بص عينه عينه و النوز و الفيس بتاعه اصلا بص ناحية اللي فت فهو عامل روتيشن للابسيت تمام؟ ده اسمه ايه؟ اسمه رايد سايد تورتيكولوس بيبقى تورتيكولوس بيتسمى على حسب المكان بتاع اللاترال فليكشن تمام؟ طيب يبقى هو عامل رايد ناحية الرايد الفيس بتاعه روتيت ناحية اللي فت فحسب mioه؟ اوكي، مش مهم روتيتشن قوي، المهم انه احنا في التورتيكولوس ده بيبقى عنده اللاترا فليكشن وعنده روتيشن طيب لو اقالك بقى رايد سايد تورتيكولوس يبقى عندك هو عامل رايد ناحية الرايد و يبقى هو متسمي على حسب الناحية بتاعه بتاعه اللاترا فليكشن تمام؟ فبس فأنت تقدر تميز انه هو رايد سايد معناه ان رايد سايد فليكشن هي اللي فيها المشكلة طيب كده ايه؟ الهيد والنك خلص بعد ذلك سوف ندخل على السيرفايكال السيرفايكال الطبيعي فيه انه يكون في سنة لوردوت الكيرفيتشر يعني مفروض يكون داخل لجوه شوية فيه كيرف كده لجوه شوية طيب لو انا لقيته ستريت لو فيه حصل لو حصل لجوه ستريت كده وجاي كده مش داخل ككيرف مش عامل كده جوه فمعنى كده ان انا عندي هنا مشكلة لدان المشكله هنه جاية من نين قال لك المشكلة دي جاية من اللي innov裁 اكتر من انها جاية من نك يعني هنا المشكلة Spine فه بص عناي شوية بصambil expire التفرد النمس وبالطبع علاقة بالضغط مش فيها التون الطبيعي اللي يخلي فيه كيرفيتشل لا فيها مشكلة فهو المفروض يعمل assessment mean لل extensors muscle يبقى انا عندي لو cervical spine هيبقى straight فمعنى كده ان هو المفروض يعمل assessment mean لل extensors muscle دي النقطة المهمة جدا فيها طيب احنا كده خلصنا cervical ننزل تحت شوية هلا عندنا مين الشولدر اول حاجة نعملها في الشولدر هي shoulder height هل ال two shoulders الاثنين على نفس ال line ولا في واحد elevated عن الثاني من ده اللي احنا برضه هنقول طيب لو لقينا واحد elevated عن الثاني فمعنى كده ان في ايه العضلات المسؤولة على انها تعمل elevation في الشولدر فيها tightness او فيها contracture او عصر فيها shortening او هي فيها spasm اي حاجة كل دول شبه بعض كلهم المشكلة فلو لقينا في ناحية higher اكتر فمعنى كده ان التايتنس ده موجود ناحيتها فلو لقينا right shoulder هيبقى elevated فمعنى كده ان العضلات المسؤولة عن انها تعمل لي elevation اللي هم مين ميلي elevator scapula ومين او ال upper fibers بتاعت التراويزي لو لقيتهم elevated فمعنى كده ان انا عندي ايه عندي اه 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 لو لقيتهم صوري لو لقيتهم صوري لو لقيت شولدر elevated فمعنى كده ان المسؤولة فيها ايه فيها ايه فيها tightness تمام فهعرف برضو منين اكتر انا هلاقي الشولدر بتاع الباشنت ده ولكلينت ده هلا هي elevated هبصت اكتر فين على inferior angle inferior angle inferior angle to inferior angle مش هلاقيهم بصود بعض هلاقي في واحدة elevated عن التانية فمعنى ان في واحدة elevated عن التانية فمعنى كده ان المسؤولة بتاعتها مرفوعة الشولدر بتاعها مرفوة فهلاقي واحدة تبقى superior اه اكتر من ايه ال inferior angle بتاعت ال opposite side طيب ال patient بقى في معلمة مهمة لو ال patient عنده elevated shoulder لو ال shoulder بتاعه اصلا elevated فاكيد هيبقى عنده بين بسبب التاعتنس اللي موجود في المسؤولة عن انها تعمل ال elevation في الشولدر طيب لو هو عنده بقى elevation بقى في الشولدر ده ماشي والتيتنس ده موجود هو علشان يريليب ال pain كحاجة subconsciously خالص مش مسؤولة عنها خالص حاجة لا ايرادية منه هتلاقيه بيعمل lateral flexion في ال same side تمام ده ايه علشان علشان ايه علشان يقلل ال pain بتاع الشولدر بيقولك ده المعلومة اللي عكسها بقى هو لو عنده lateral لو هو عنده صريح لو عنده elevation في الشولدر عنده elevated shoulder فهيعمل لي ايه هيعمل lateral flexion في ايه في النك طب لو النك بتاعته هي اللي حاصل فيها lateral flexion او اللي حاصل فيها هيعمل elevation للشولدر ليه بقى؟ لان المسؤولة اللي المسكة هي هي هتلاقي مثلا هتلاقي مثلا لفيتور ريسكابيلا ومنهم ومنهم ال upper fibers of terapesies ماشي المين موسلس دي هتلاقيهم هتلاقيهم الاتنين بيقد يعني الاتنين مشتركين في مشتركين في بالنسبة للشولدر بالنسبة للنك تمام؟ فلو الموسلس دي حصل فيها كنتركشور فأثرت على النك او النك دلوقتي حصل فيها كنتركشور فبالتاقي حصل فيها lateral flexion فانا علشان اقلل اللي واقع على الموسل دي لان اللي ستريتشنج بالنسبة لي هيبقى painful لان هي spasmistic تمام؟ فلو هي علشان اقلل البين اللي وقع عليها والستريتشنج اللي وقع عليها عمل elevation للشولدر تمام؟ يبقى لو الناحية دي فيها lateral flexion كده عمل lateral flexion فمعنى كده ان الناحية دي هيبقى فيها spasm فكل ما اعمل دي بريشن للشولدر هلاقي ان العضلة بتتمدد نعي فتبقى painful قوي فهو كحاجة كونشوس لي برضو مش مش مودرك لها هتلاقي بيعمل elevation للشولدر بتاعه دلو في حالة النك بين طب لو هو دلوقتي عنده elevated shoulder فهنا برضو المسلز نفسها هيبقى حصل فيها contracture burn فهتلاقي بيعمل ايه؟ بيعمل lateral flexion في النك يبقى لو هو مشكلته في الشولدر مشكلته في الشولدر هتلاقي بيعمل lateral flexion في النك تمام؟ ولو هو مشكلته في النك هتلاقي بيعمل elevated في الشولدر فالمشكلة هنا هتبقى ايه؟ اللي اتنين هيجوا مع بعض هتلاقي فيه contracture بتاع المسلز دي عمل لي lateral flexion و elevated في الشولدر اللي اتنين مع بعض هيبقى حصلين تمام؟ طب انا هشتغل على ايه؟ على نفس المسلز وده بيعمل ايه؟ ده بيديني احساس ب comfortable sensation اكتر وبيقلل التسكمفورت والبين لان انا كلما اقرب العضلة للأورجين بتاعها وبقرب بالفائبس بتاع المسل بقلل اللي استريتشنج اللي بيقى واقع على فالستريتشنج ده بيقلل لان هي اصلا عضلة سبازم فهي حصل فيها سبازم فالسبازم ده هيبقى مؤلم اكتر كل ما اجا فكه تمام؟ فالستريتشنج هيوجع فعلشان كده بيقرب يعمل شولدرينج اكتر علشان ايه؟ عشان يقلل البين تمام؟ ده بالنسبة للشولدر هايد بعد كده فيه حاجات تانية بتحصل فيه الشولدر برضه او بالنسبة للإسكابيلا وهي الاداكشن والابدكشن يعني ايه اداكشن؟ يعني ايه ابدكشن الاد اضافة يعني بقرب الاتنين البعض والاب ببعد المنتttينج تمام؟ طيب من فيهم ولي تمثلчи تريد ايه؟ ومن فيهم ولي تمثل?? خليك فاهمها اكتر من انت تحفظها تعال وحد دهける تحفظ دي ان تبقى ان تدقى بفاهم المعلومه اكتر من انت تحفظها تمام؟ لو جيت Mickie ذات من التعود الـ نذكر في حاجات ب discontinه فانا برجع الطوز القكلة وتعيد المنتطبع وضع الدائد هو وضع ذاكشن وضع الدائد هو ببعد من التين بينهم سأجيبهم الاثنين لقدام فمعنى كده انا بعدتهم عن بعض فعملت ابداكشن فمعنى كده ان الابداكشن هي هيها الابداكشن هي هيها البروتراكشن هذا البروتراكشن بيحصل ايه امتى بيحصل في الكيفوتك بوستشور لما بتبقى اللي هو الوضعية بتاعت القتب معظمنا عندنا الوضعية بسبب الفطورات الطويلة فالوضعية دي بتلاقي ان انت عندك الاسكابيلة تبقى ابداكتد بعيدة عن بعضها بعيدة عن بعضها فده الوضعية دي الوضعية بتاعت البروتراكشن بتبقى كومن اكتر وده معظم المشاكل بتبقى جاية بسبب ان هم عندهم او ابداكتد اسكابيلة واللي هو اللي بنونق عليه الكيفوتك بوزشن تمام تمام السلايد دي بقى احنا حطناها على شان حاجة اللي هي حاجة جاية بعد كده تمام الروتيشن بتاعت الاسكابيلة الاسكابيلة بتعمل حركات تانية اللي هي طيب من العضلات اللي مسؤولة على الروتيشن بتاع الاسكابيلة وعندنا العضلة من القدام اللي هي السريتس انتيريور لان السريتس انتيريور مسكة قدام ومسكة برضو في اللي اسكابيلة مسكة في الميتير بورتر والانفيرور انجل بتاعت الاسكابيلة لان هي طلع منها التمانية ديجوز تقريبا يعني تمام تمام فدول العضلات المفروضة ان هي مسؤولة عن انها تعملني مع عضلات اللي اسكابيلة تعمل لاتصال الاسكابيلا لازم يحصل في اللي اسكابيلة مع sans يعني وكان stands طبعا لازم الحرك دي تحصل لماذا؟ لكي تديني فور رينج أوف موشن يعني لكي يكون عندي فور رينج أوف موشن من الشوردر فلكشن لازم يحصل فيه روتائشن في الإسكابيلة والحركة هذه يعني ايه بتحصل في الإسكابيلة كده لوحدها ليس أنا مسؤولة عن أن أنا حرك الإسكابيلة كده أنا ممكن أقف عند رينج معين ومحركش في الإسكابيلة بس علشان ناخد الفور رينج لأ غصب عندك اللي ستتحرك اوكي؟ اوكي طيب أنا لما أجعل أبورد روتائشن دعني سنتخيل مع بعض tyckerه لما أجعل أبورد روتائشن الآخر يقرب وبعض ممكنantly بالتجه job القادم هناك جزء يقرب لبعضه والجزء يقرب لبعضه يبقى الجزء يقرب لبعضه عندما نقول لك سيريدس انتيريو مشتركة في الاتنين يبقى كده ريحتنا السيريدس انتيريو ندخل على العدلة الثاني باللف الثاني يبقى الرابت�로 البعض وتقرب واللور ببعض الترابيسيس رابت للسبب الماسكة التي تشعر الهم الرومبوراليس ميشور عندما تلف سيطرو سيقوم بتبعي فالنبويدس ماير بتقرب سيبعدها ما بتقربه وهو سيبعدها شورتنين العكس بقى بيحصل في الجدول ثاني هنا في الجدول عندي الابويرد روتيشن البوستميدال بوردر والانفيريور انجل بتبقى ابداكتد الابويرد روتيشن اللي اتنين بيبعدوا عن بعض الانفيريور انجل هتبعد عن الانفيريور انجل التاني من المسلس الي هى التطول الوار فيبرز ستبعد لو قلت انها هتقرب فأنا اغطي فيها الوار فيبرز ستبعد الوار فيبرز ستبعد فهنا المصل اللي بيحصل لها ننسننج اللور فايبر سيبتات ترابيسيس لان هي بتبعت تمام والرومبويدس ميجور اهي بص رومبويدس ميجور اهي لما هي هتلف كده فهي ده هتبعت كده اللي هو البوردر ميديا البوردر ده هيبعت كده فهو بيبعت هياخد معه رومبويدس ميجور يمدها فاعمل لها ايه ننسننج 卿 التجرب اللي بتقرب ده اللي هتبعت تقرب لالورجن بتاعها فسادة سبعت بتحسل فيها ايه ننسنننج فاذا احنا عملا ان ان اه نسننن Men inQQQ. فالاثنين حدث اذا جزء منها بيحصل له يحصل لها نسنننج ننتقي احنا ان اتكلم ان الابورد fans عن كده تحدث الفرعة لتحدث فقالنا في الابورد ديشن ان ان التو ميديا البردر يعني بيحصل ابداكشن تصبح الرائع تحت الترابيزيز الرائع تحت الترابيزيزيو لنظام الرائع تتحدث فلما تبعد اللوار فيبر زي هاي فبلما تبعد حتى تبعد هذه الطريقة عندما تبعد البر فيبر تربيسيس تجد ويحصل لها لنثنينج البر فيبر تضمي على بعضها من ثاني عضلات تحدث معنا الهي تحت البر فيبر تربيسيس تجد تجد البر فيبر تربيسيس من يتقرب. يكون العضلات التي ذه Legend يعني العضلات التي سيكون لها Length passed Lower Fibers of Thrabiesies والعضلة التي تحتها والحضلات التي ستمابرتها معين أحدهم Shortening Upper Fibers مثل Lengthening Lower Fibers والعضلة التي ستمابرتها ومية أحدهم Shortening Upper Fibers والعضلة التي ستمابرتها كما يكون الأحد من الأحداث المائنار في التفوق يسمى Shortening الماسور بهذه السريعة افضل موجود. الماسور بهذه السريعة افضل بحركة الميزية داخل توقف موجود. العضلات التي كانت بحضلها بحضلها لانسنينج. العضلات التي كانت بحضلها لانسنينج هي doing short. ونقرب الانفيريور انجل الانفيريور انجل من بعض اتمنى ان يكون تواهتك في الجزئية ان شاء الله سنعيدها ثانية هنا اخر حاجة انفيريور انجل الانفيريور انجل انفيريور انجل الانفيريور انجل سؤالات به و كانت امكدا انفيريور انجل الانفيريور انجل الانفيريور انجل ان saoتisma العضلات عملية خلطية انظر اللي اخير انشاء ح twears الناحية اللفت فيها تايتنس او فيها كنتركشير او هي فيها شورتلين اللو هم الابر فايفرز بتاعت الترابيسيس والليفيتر اسكابيلل دول بيرفعوا اسكابيلل ودول اللي شغالين على الاسكابيلل تفهم? استير مسكيني المستويد والاسكالين شغالين على النيك بس تمام تمام يبقى انا لو لقيت ان في اسكابيلل مرفوع او انفيريور انجل مرفوع عن هذا العضلات أتساءل التراس Low وعندما بتتوقع ألما ي encuentر العضاية المرفوعة اللي هي elevated دي بقى هنا المسلز بتاعتها تبقى اي فى الكوندرام ً تمام. المسلز بتاعة الايسكابيلا. تمام. دي صورة بردو. والإيليفاشن بداخل الايليفاشن. هنا بيبقى مسؤول عنه الايليفاشن. وكمان عضلة اللي هي اللي قلنا الايليفاتر اسكابيلا. فلما يبقى حاصل الاليفاشن في الايليفاشن. في يبقى حاصل فيها ايه تمام. بعد ذلك لدينا اخر شيء في السكابلة هي الوينجنج السكابلة كلنا يعلمين عن مينجنج السكابلة هي بقى مينجنج السكابلة ومين السلسكيتو المشكلة بتاعت الوينجنج ستكون من السريتس انتيرر السريتس انتيرر هي المشكلة لان هي المسؤولة عن انها تعملي فيكسيشن او استبلايزيشن للسكابلة على سرس الكيتش فانس ان انا لقيت فيها عندي مسافة مسافة اللي هي دي والتست بتاعها بيقى عبارة عن ان هو الشخص بيسنت على الحيطة ويحاول ان هو يرجع الوينجنج يرجع السكابلة بتاعته لورق فلما لاقي فيه سبيس يدعى اللي زوم هنا على فكرة دي الافكتد ودي سليمة واحيانا بيكونوا الاثنين افكتد يعني فيه وينجنج في ناحيتين يبقى انا كده عندي لو حصل في مشكلة في لو حصل عندي وينجنج في الاسكابلة فمعنا كده ان في مشكلة في السريتس انتيرر سواء اذا كان المصل نفسها المصل هي المشكلة او النيرف بتاع المصل او النيرف اللي هو رايح للمصل اللي هو مين اللي هو يوجد دونك المشكلة أدراء المشكلة في السراث الانترور يوجد دونك المشكلة ميزاتي هي المسؤولة عن الفيكسيشن فمعنى كده ان انا في عندي مشكلة في الايه في الفيكسيشن في سريتس انتيرل فهي اما تبقى المسل فايبر نفسها هي اللي فيها مشكلة حصل فيها ويكنس او ان النيرف اللي رايح للمسل هو اللي حصل فيه دامج او حية فبالتالي المسل دي مبقيتش لاخد النيرف سبلاي بتاعها فبالتالي مبقيتش قدر انها تقدي العمل بتاعها اللي هو اسمه ايه سريتس انتيرل او اللي هو اسمه طيب احنا كده بقى يعتبر خلصنا معظم الابر بورت الابر بادي بورت المفروض برضو فيه حاجه في الجزء الابر يعني ان انا ببص فيها على الاسباين ان انا اشوف فيه اسكيليوزيس ولا لا اسكيليوزيس ده اللي هو اللي بيحصل في الاسباين ده اسكيليوزيس مفروض ده مش طبيعي اسكيليوزيس ده بيحصل بسبب اسباب كتير يقام ممكن تكون حاجة يعني شخص ده تولب بيها او حصل انجري انجري خلت فيه عندي بتاع الشخص او حصل عندي حاجة اسمها واكيد انتو خطاها في اللي هي ان فيه بتبقى مرفوع اللي بيتت عن التانية تمام فده بتعملي مع الوقت كده بتعملي ايه؟ بتعملي برضو اسكيليوزيس تمام او بيبقى فيه عندي بلفس بتبقى تلت لاترال يعني بتبقى برضو ان البلفس بتبقى نزلة في ناحية معينة يبقى اما فيه رجل مرفوع عن التانية فيه رجل تبقى اعلى من التانية او ان في البلفس حصل لها تلت ناحية اللاترال تمام يعني جد كده اللي حصل اللاترال بلفيك تلت يعني ده المفتد لين مظبوط كده لا اتلاقي فيه حصل لين نازل كده تمام؟ يعني حصل فيه واحدة ترفعت فيه بلفس ترفعت عن التانية تمام؟ ايه نفس الكنزة بتاع الليج لانس تسترمس فانا انا انا ابصى على للوش اسكليوسس او لا لان نفتد ان احاولوا تمام؟ طيب القبر منبوزيشن برضو المفتد ان ابصى على القبر لينبو المستوى هل الارمس بتاعه لو فيه إلي داخلي ما بين ما بين ما بين الارمس ماعلي ان عندي الارمس ستبقى قوي فالمفترض ان انا اعليج المشكلة دي ممكن تبقى وهو سيكون هناك ضد بين أو يمكن أن تكون الاثنين معابر حتى عبروا فنعم؟ فالما فوهو التوزيع أحسل إيناك، فه 우와 هية بدوسم بعض، فهذا يجب سمیں سيكوني بهذا المعرفة ret руicas لقب rooftop. ذلك thời g yineت متعجد بتحقيق هو جيد و يأمه في السオبراس باينيتس و يأمه في الدلتويل و إذا شخص محرك على س transparent فهو حصل صايت بندنج أو حصل لاتريفليكشن فمعنا كده ان الكودريتس لنبورم اللي موجود في الصايت ده هتبقى ايه؟ هتبقى فيها هتبقى فيها كونتراكشن أو فيها شورتنين تمام اوكي احنا كده خلصنا الجزئية بتاعة الابر بودي بورد هنرجع نرجعها تاني علشان ايه من تشش من كونش تايهين من بعض طولوا نفسكم معي في المحاضرة دي احنا قلنا اول حاجة ان احنا بنعمل ايه؟ بنعمل استيسمنت انت احسن بحاجة اسمها البلانب لاين البلانب لاين هو هو الوانوف جرافتي او هو بيبقى ماشي برهن للاينوف جرافتي بيقسم البودي لتوه هاوس مفروض ان هو بيمشي بينصف كل حاجة بيعد منها اول حاجة في الاسسمنت بتاع الابر بورد بورد ان المفروض يبقى في عندي الابر بورد ان اتنين يبقوا على نفس الابر فلو لقيت واحدة مثلا ايه بيتت عن الثانية فمعنا كده ان انا في عندي لاترال فليكشن لون سايت اللاترال فليكشن نتج بسبب ايه؟ نتج بسبب ان حصل عندي كونتر اكشور او تايتنس في المسلس اللي مسؤولة عن انها تعمل اللاترال فليكشن للسام سايت تمام؟ من المسلس دي الابر فايبر سوف ترابيزيز اللي فيترو اسكابيلا او الاستيرنس كيمين مستويد او الاسكالين وطبعا بتتسمى بنفس الناحية اللي هي مالت لها يبقى هي مالت يمين يبقى العضلات اللي موجودة يمين هي اللي فيها التايتنس تمام؟ طيب بعد كده عندنا الهد والنك تلت الهد والنك تلت هي هي نفسها لو لقيت الهد او النيك بتاعت التالت اللي ناحية معينة فمعنى كده ان نفس الناحية ذي فيها في المسلس بتاعتها الامامين تاني اللي فيترو اسكابيلا والسكالينوس كيمين و المستويات والاسكالين طيب في عندي حاجة اسمها التورتيكولوس التورتيكولوس طيب بيتوريد بها الطفل يوجد لديه lateral flexion في نيكه و rotation و rotation تبقى في opposite side بتاع lateral flexion يعني هو اصلا حالة التورتيكولس تسمى على حسب lateral flexion فلو هو عمل lateral flexion ناحية ال right فبعنى كده ان اسمها right side تورتيكولس فلازم تعرفوها ان هو right side tourتيكولس معناها lateral flexion تورد ناحية ال right علشان ايه؟ علشان يبقى عارف انه مصرز بالضبط هي اللي تبقى افكتد و rotation في انهي ناحية rotation لل left side تمام؟ left side rotation right side lateral flexion اسمه ايه؟ right side tourتيكولس على حسب ال right side ده بالنسبة للهيدوين نك ننزل تحت على cervical spine نبص على cervical spine هل فيه curvature ولا straight لو هو في straight فمعنى كده ان انا عندي في المشكلة مفروض يبقى فيه فيه curvature فلهو straight مفروض زيادة عن اللزوم فمعنى كده ان انا عندي extensor muscle اصطعا اكثر من الوضع يمكنك انت تشغيل عليه فمعنى كده يكون related بالمصز بتاعة ال spine اكتر فالمفروض ان انا اركز على 100 على الاكستنسور مصر غالبا بتاعنا لديه سؤال برضو. اللي هي لو سيرفايكل سباين ده استريد. فده بتخليك تبص على مين او انت تتركز على ايه اكتر هي الاكتر هي الاكتنسورس موسلز تمام. طيب. بعد كده قلنا هننزل على الشولدر. الشولدر بيبقى فيه مشاكل كتيرة وطبقا ده الحركات الكتيرة بتاعته. لو لقينا فيه الفيشن في الشولدر فمعنى كده. الفيشن في الشولدر ده هعرفه من ايه من الانفيرير انجل. او لقيت في انفيرير انجل اه هاير دان التانية اكتر من التانية فمعنى كد بالاسد بدل شوردر انجل اه يوسط كناه placebo. حما فصل المسل اثيينه الفيشن في الشولدر. اللي هما اللي هما. Berfibbers of trapesis و elevator escabela. تمام. او قلنا انه نحن عندنا لو اللعين عندي مع الى make pain لو تعرف во الكافطة هو رائبته او رائبته ايفيه وهذهب ايه هستهay نقفح على الشولدر بتاعه وليه? علشان يقرب المسل ايه من بعدها. يقلل ويجعلها تبقى مدركة ويجعلها كميكانيزمة مع نفسه وعكس لو الشولدر هو اللي فيه بين لو الشولدر فيه بين تلاقي البيشنت بيعمل ناترال فليكشن في الصايد اللي فيه بين بعد كده عندنا الادكشن والابدكشن يعني الادكشن يعني الادكشن الادكشن بيقرب الاتنين لبعض والابدكشن بيقعد الاتنين عن بعض فالادكشن دي معانا ان انا بقرب يعني بعمل حاجة اسمها ريتراكشن برجح الاتنين لورا والابدكشن لو بابعد بعمل حاجة اسمها برو تراكشن البروتراكتد شولدر هو اكتر حاجة بتكون كومن لان ده بيبقى موجود في الكيفوتيك بوزيشن اللي هو وضع التأتيبة اللي معظمنا بيقى عنده الوضعية دي تمام بعد كده تكلمنا على حتة بتاعات الروتايشن وقلنا العضلات المسؤولة عن الروتايشن هي الترابيزيس ورمبويتس ميجرو ماينور والسيريتس انتيرر تمام نجينا عند السيريتس انتيرر ومتلك ان هي عضلة جاية من قدام لورا او من وراء لقدام فهي مسكة في الميديال بوردر بتاع الاسكابيلا والانفيريور انجل فهي تعتبر مسكة يعني جاي واخد اوز كبير جدا من الاسكابيلا ففي جزء منها بيحصل له شورتنينج مع الميديال الابورد روتيشن وفي جزء تاني بيحصل له لانسيريتس انتيرر فلما نجي نتكلم عن مصر دي بيحصل لها شورتنينج او لانسيريتس انتيرر بحصل لها شورتنينج وولانسيريتس انتير تمام نجي بقى على لما نجي نعمل قولنا انه احنا نثبت الابورد روتيشن والدول الورد روتيشن عكسه الابورد روتيشن قولنا نعيد الحتة دي تاني علشان احيق دها بستفود شوية انهنا عندنا الابور فايبرز بتلاقاها بتضم على بعضها الجزءة اللي فوق بتلاقاها بتضم على بعضها وفايبر السيئة بتاعت التربيسيس ويضمن على بعضها لأنها تم الفقبل ويضم التالي لن تقديم عميتي لن يمضي بأنها لديها ها هي الراف欠ق ويباعتها أنها ستقوم بالفايل لأنها تقوم بالفايل وفي الراف well يطور أنها تقوم بالفايل ستجد لإزاله الراف ومعها لدينا تحتها ومنها اللي بيحصل له Shortening هي Upper Fibers بتاعت الترابيسيس وتحتها الربويدس باينور طيب بالنسبة لدول نورت روتيشن هتبقى عكسها العضلات اللي بيحصل لها Lengthening بيحصل لها Shortening والعضلات اللي بيحصل لها Shortening بعد كده قلنا الانفيريور انجل برضو الفكرة بتاعت الانفيريور انجل اننا لو بسيطت الانفيريور انجل لقيت واحدة مرفوعة عن التانية فمعنى كده ان الاسكابيلا كلها مرفوعة الشود دركونه مرفوعة من العضلات يعمل اللي بتعمل للحركة دي Upper Fibers بتاعت الترابيسيس والليبيتور اسكابيلا تمام؟ دول اللي هيبقى فيهم Contraction أو Tightness هما دول اللي هيبقى فيهم المشكلة تمام؟ تمام؟ تمام بتفرق ايه عن على ال Neck Neck Muscles فيها السكرين والستيرنوسكرين مستويد اللي الاتنين بيكونوا دخلين معايا في ال Contraction أو في Tightness تمام؟ تمام؟ اخر حاجة بقى قلناها في الاسكابيلا هي ال Winging قلنا ال Winging ده مشكلته ايه السيريتاست أنتيرئيو هي اللي فيها مشكلة ممكن تكون السيريتاست أنتيرور في فيها المشكلة او نورف توسيراتس انتيرو هو في مشكلة او اللي هو اسمه لونج سراثيك نورف او السراثيك نورف نفسها هي اللي فيها المشكلة تمام؟ وبعد كده قلنا ان احنا بنبص برضو على مين بنبص على السراثيك سباين بتوها هل في سكيليوزيس او لا؟ هذا سكيليوزيس يبقى ناتج عن ايه؟ ناتج عن حواليك خمس مشكل كده او ممكن يكون كونجينتال هو تولد به او بسبب انجوري او قلتر في البيو ميكانيكس او ريزلت لليج لنس ديستوربنسي او حصل بالفك تلت ناحية اللاترال تمام؟ تمام دي حاجات كلها تكبر السباين على انه يكمنسية انه يميل للناحية دي اه قلنا برده بنبص على الابرلمب بتاع الباشينت القرمس بتاعت وكده هل هي ابداكتد بعيدة اوى عن بعضها ولا هي ابداكتد فدي تبقى مشكلة عندي في الدلتويد والسوبراس بيناتس سيبقوا ابداكتد اوى انه يتم مشكلة في الدلتويد والسوبراس بيناتس تمام؟ وكده لو الباشينت ده بيعمل فليكشن في السايد فمعنى كده اننا في عندي مشكلة في الكودريت السلمبورم مثلا اليها مسئول عن اللاترال فليكشن نحن نكمل الجزئيه من الجسم المفروض ان نبص على المفروض في القبر نبص على السوروثيك سباين في المفروض اللي نزلنا تحت شوائيه هل هناك سكيليوزيس ممكن يكون السكيليوز أو الكرفيجي الغير طبيعي ممكن يكون بسبب مثلا ان فيه عنده ريسنت انجري او فيه عنده مصل سبازم او فيه إبالانس فيه لاترال فليكشن مثلا فيه عنده مرفوع عن الثانية فدي ممكن تكون ايه مشكلة فانا ببص علشان اعين الحجاز دي كلها اول حاجة بعينها في اللواء هي البلوكريم البلوكريم ده اللي هو السور دي كده اللي هو شكل البونز بتاعت البلوكريم اول حاجة بعينها فيها هي بشوف البلوكريم دي على لفس اللاين ولا في ميسالايمنت يعني هل البلوكريم دي فيه واحدة منهم مرفوع واحدة النزلة او حاجة ولا اولا لاتنين عن نفس فدبيلوبس عن نفس الان ولا? طب لو انا لقيت واحدة مرفوعada اي بيقول too البلوكريم علشان تكونبانسي تكونبانسيت لو بيه واحدة مرفوع عن التانية او عن نورمال الجسم بيعمل ايه او الجسم بتكون الاترال فيلكشن الذي يحاول أن يصل على الجسم الموضعيه ويمشي بها قد يقوم بمشيه يقوم بطريقة الماضي الماضية في الناحية الرأي يقوم بصفال الرأي يقوم بصفال الرأي يحدث على الأصول الكوضرات السلمبورب قولناها قبل كده الكوادريتس لمبورم على نفس السايد هي اللي هتعمل اللاترال فلكشن ده فبالتالي الكوادريتس لمبورم دي هنقيها شورتر زان نورمل يتلقى شورتر جدا بسبب ان حصل فيها طايتنس بسبب حاكتين الريزن بتاع البلفس ايرترافيت وكمان ان الترونك عمل فيه لاترال فلكشن فهتبقى ايه هتبقى طايت جدا وهيبقى فيها سبازم بسبب ايه بسبب الحركتين دود وكمان هيبقى معانا الريت لامبر الكترو سباين لان هي برضو ارتراف المسكل في البلفس كمان فهي ايه هيحصل فيها سم طايتنس برضو او اللي هيحصل فيها كونتراكشن برضو سوائل بسبب ان هي بسبب الوضعية اللي هي بتكون ماس كافية ايه بقى انا كده عندي عضلتين احصل فيهم طايتنس بسبب ان البلفس حصلها رايتنس عن النورمل وحصل لاترال فلكشن لو ما مين الكوادريتس لمبورم علشان انا هعمل لاترال فلكشن وكمان الريت نومبر اريكترو سباين دي بالنسبة للبلفس ودي صور بالنسبة للبلفس لانا منشوف فيها المفروض ان البلفس تكون طبيعي لها معين هنا بقى بيوضح ان ده في اسمه لاترال بلفيك تيلت اللي هو ان هو الخط بتاعنا جيمي يجل لا انا كنت عايز الخط يبقى مستقيم زي السورة دي كده ليه نورمل الخط ماش مستقيم كده ما فيش اي تيلت حاصل هنا بقى لأ حصل تيلتنج بسبب ايه بسبب بسبب انا قولنا ايه بسبب مشكلة في الابا لنب او الوار لنب لان اي مشكلة في الابا لنب او الوار لنب هتأثر على ايه؟ هتأثر على البلفس تمام؟ فده بيقولك ده البلانس ده البلانس مستقيم خطه مستقيم كده ان اقامل ايه بلانس بقى حصل بسبب ايه بسبب دروبينج بقى في الهيبس لو لو في بقى مشكلة في الاسباين هي اللي عملتلي المشكلة المهم من ان احنا عندنا البلفس لو حصل فيها مشكلة هتأثر على بقية الجسم يحصل دروبينج في الشولدر لتلاقي فيه سكيديوزيس مع الوقت الفود بتاعته برضه هتبقى اترنس ان او فيها مشكل يحصل فيها روتيشن وكذلك بقى لو حصل حاجة في القبر او الوار لنب غير البلفس اتأثر على البلفس هي كميك تمام؟ نحن نحاول ان احنا نفهمه هو دلوقتي اللي عمنا ان هو ماشي في المصه هو هو ماشي في المصه لو الليج نفسها حصل فيها روتيشن ناحية جوه كده حصل فيها اين وورد روتيشن هتلاقي ده بيتحرك فين؟ بيتحرك لبر فيعمل لي ايه؟ فيروح ناحية لاترال يعني لو حصل عندي اين ويرد روتيشن هلقي الليج ناحية لاترال يعني حاولت ان تتخيل من هذا التكاف ميت لاينه تنقل لبر فينا حصل عندي انترنال روتيشن فمعنا كده لما لاقي الليج ناحية لاترال فمعنا اكده ان هو حصل عندي انترنال روتيشن الانتنة rotator اللي حصلت بتعملي حاجة اسمها Big and Tuth الى الجانبه التوز بتاعت الكون تباعتotzت التوز بدأتصال ايه طائب مين العضلات اللي هتبقى shortened العضلات اللي هتبقى Shortened اللي هي بتعمل عندي العضلات اللي تكمل للإكشن هي اللي هنحصل فيهاification طيب مين العضلات اللي بتعمل اللي بتعمل للأكشن الي هي الانتنة rotator الانترنة روتوتورز دول مين اللي هم الجولوتية مينمس والجولوتية ميديس الدكتور والبيكتينيس والجراسيلس انا ما بعرفش بصمك جي خائتي بس باقي دائمي صفقة بصمكة اللي هي حاولت علاقة ما قدر فاحنا نقول عليها ان ايب انا عندي ان ايب عندي سري جي ان اللي هم عدرات الانترنة روتوتورز والا اي الدكتور والبي بكتينيس وعندي سري جي والجيل الثالث يبقى اصغر فبالتالي دول عضلات صغيرة اللي هم الجولوتية مينمس والجراسيلس الجراسيلس إيه كمان العضلة صغيرة فده بالنسبة لي لو لقيت الكاف لاين ده لقيته ناحية طيب لو لقيته ناحية ميديل فمعنى كده ان تحركت ناحية برا فده هذا سيجد ميديا الاكتر حركة ناحية بره هذا سيجد ميديا فهذا سيحدث في حالات ايه؟ لو حصل عند اكسترنا روتيتشن فهذا سيجد ان الفيت تبقى تبقى بعيدة عن بعض مين اللي بيعمل اكسترنا روتيتشن عضلات ذلك فهنا هنحفظ او هنثبت اللي هي الانترنا روتيتورز والاكسترنا روتيتورز يعني هنبقى عارفينهم يعني مدام مش رحمة فهي هنحفظ هنحفظ الانترنا روتيتورز او هنعرفها بصمجوها والعكس بقى يبقى الاكسترنا روتيتورز ده كان بالنسبة لكاف لايم بعد كده في عندي الاخيريس تندون الاخيريس تندون المفروض ليه مدلايم بردو زيه زي الكاف تمام مفروض بيبقى ماشي في النص نورمال كده مناشي مستقيم بردو طيب ايه؟ لو لقيت ان اللايم ده حادف بره ماشي حادف لبره بس يعني كده الانكل هلاقيه جاي نحيت جوه كده شوية بص يانا الانكل الانكل كده هتلاقيهم قريبين لبعض الامة حاتفين جوه شوية هتلاقيهم في حصلهم هتلاقيهم جايين انورد ماشي في انورد روتيشن بيعمل حاجة عندي اسمها ايه؟ اسمها كالكينيو فالجس ايه هو الكالكينيو فالجس هو الكالكينيو فالجس سيبقى مين اللي جاي جوه الانكل المين اللي عاملين الانكل هم الكالكينيو والتيلس العضبتين دول اللي بيشاركو في الانكل جوين هتلاقيهم الاتنين جايين حاتفين لجوه تمام؟ بس مين بقى اللي حادف لبره الابتين순 عندما اسمها الانكل جوينه يبقى دخلا الانكل ان究 الانكل جوينته Joe يبقى ذاه là الكالكينيو فالجس طيب الانكل جوينت اللي دخل لجوه ده مضيق للدنيا ناحية اللاترال فنحية اللاترال هحس ناحية اللاترال دي مرفوعة شوية فلما تبقى مرفوعة شوية معنا كده ان مين اللي شادد من الناحية اللاترال البرونيال مصل او الفيبولر مصل المصل دي هحصل فيها شورتنينج لسبب ان هي هتكون شدة ناحية دي وخلت الانكل يدخل ناحية جوه والاكيلستندن يحدث ناحيتها برة ويحصل عندي الوفر برونيشن او الإيفيرجن فمهم ان نحن نعرف ان الوفر برونيشن هو هو الاهيرجن هو هو الكالكينيوفالكس تمام الانكل بيبقى فين انكل جاي في انوارد داخل لجوه انما الاكيلستندن بيبقى فين حادف لبره وعلى عكسها الكالكينيوفيروس الكالكينيوفيروس هنلاقي ان الانكل نفسه جاي برة شوية اعمل ايه اعمل ااا آآ لينينج اوتورد ماشي البونز بتاعته واي التحدث في القناة في البونز يحديثوا والفرق هي هي هياها الكركينيوفيروس وسيحشح وهي اسمها البرونيشن اللي هي البرونيشن عن الوضع الطبيعي بالنسبة للمالولاي فانا عندي 2 مالوليس وعندنا الاترال مالوليس الاترال مالوليس الاترال مالوليس ان البونز بتاعة الانكل في الفالجس هنلاقيها جاية نحية جوه هو الاكيلستندون هتلاقيه حد في بره ولكن البونز نفسها جاية جوه جاية نحية جوه في الفالجس فبيقول ان احنا عندنا هو الاول اصلا اه احنا عندنا الطبيعي نورمال يعني ان احنا لما نجي مبصر من هلاقي نحنا عندنا الميديا المالوليس هيبقى اصلا من اللاترال مالوليس واللاترال مالوليس هيبقى اواخد في طيب لو حصل عندي فالجس هيخلي الميديا المالوليس هو اللي يطلع لفوق واللاترال مالوليس هينزل لتحت طيب ازاي انا عندي التيلس والكالكينيس الاثنين جايين ناحية جوه بس الرجل نفسها يبقى حادف لبره فتلاقي الرجل مرفوع من ناحية ببره بالتأثير برونية المصل شدة من هنا فلاقي ان الناحية دي دخلت لجوه لان الناحية دي كمشيت على بعضها الناحية دي كمشيت على بعضها الناحية دي رافعت واللاترال هنجد نزل عن الوضع الطبيعي ده في الفولجس يعني هبقى نشرح حاجة والتانية بتبقى عكسها يبقى انا في الفولجس ديني عندي ايه؟ في الفولجس عندي البرونية المصل فيها شغالة قوي زي ما احنا قلنا في الاكيلستاندون تمام؟ لما البرونية المصل تبقى شغالة قوي هتعمل ايه؟ اللاترال مالوليس هنجد نازل ناحية تحت لان هي رفعها للج جدا شوية من ناحيتها ا والميال هنجد نطلع؟ فلما نجد المدى ان Collaboration لأنه وجد ونصفها نظار نحية تحت يسمى بسفالجس مثل الملجس الى النظر ايه؟ نقري ارمان يبلغ الملجس جدا ايه نصفها اي اسفالجان يبلغ الملجس ي ابلغ ترتبيع ما تحصل الى النظام جدا قوي عندي اكتيبتي زيادة في البرونية الماسل ، المتعامل لحضور الشرق فمن يكون فيها عكسها؟ نحن عارفين ميسلعي جوّل النهائية الثانية عمل العكسي يحدث فيها معنى كده انه البرونيتورمسل هتبقى عندي ايه? هتبقى عندي فيها شورتنينج فمن اللي هيبقى فيها استراتشنج او ويكنس اللي هم السوباي نيتورمسل العضلات التي بتعمل سوباي نيشن هيبقى فيها ايه? هيبقى فيها ويكنس وده بسبب الشد اللي واقع عليها لان هي مجدودة فبتبقى ويك انما العضلات اللي عكسها بتبقى ايه? بتبقى استرونغ فهنا عندي شورتر فيبلر مصل بتبقى فيها طايتنس انما العضلات اللي بتعمل سوباينيشن بنلاقيها ايه؟ بنلاقيها فيها ويكنس لان هنا المشكلة في امتا بقى؟ لما يحصل إنورد ستوبنج للتيلس بالكالكينيس فين؟ في حالات الفالكس اللي هي الأوفر برونيشن اللي هي هيها الإي فيرجن تمام؟ تمام رأي به عندنا بعد ذلك يقول إيه؟ ان وش Rachs فيصي اللي aصلا ان الدخول حسب انه هنا يحصل عندهم انفيرشن أو سوباينيشن في هي انورد كاف69 وانورد شغل صالح تشغل صدد 네 نسبه لا هنا ميديا المانولاي سيكون ازل انفيريور لان هنا حصل عندي سوباي نيشن فالسوباي نيشن بقى هيحط عندي تايتنس او هيحطي لود او كنتركشن اكتر على مين على السوباي نيتور ماصل تمام ومين اللي هيبقى فيها ويكنيس اللي هما اللي هما اللي هما مين اللي هما البروني الماصل تمام فلما لاقي هنا الفوته تبقى فان الفوت هنا هتبقى مرفوعة من جوه يعني من ناحية الميديال كده هلاقي ان الفوت مجدودة بس هنا الميديال منولاي باين ان هو انفيرر تحت شوية والتاني هيبقى اللاترال منولاي هيبقى اعلى منه فهلاقي ان الفوت بتبقى مرفوعة جاي ناحية الميديال وناحية الميديال مافيش بيزو في سببورت على عكس الفولجس لانها داخل الجوه كده فكل الويك بيرنج واقع على الناحية الميديال لان هي جاية 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 كده تشوفوا انت الرسمة دي ليس هي جاية 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 كده فالبيزو في سببورت كل واقع هنا في الناحية من جوه في الميديال هنا الناحية دي بص هنا اصلا بتبقى فراغ فهنا الحتة اللي كنتكت مع الارض اللي هي الناحية اللاترال فهتبقى ايه فبتبقى هي الشايلة الويت بيرنج كله تمام؟ فإحنا عندنا دلوقتي ان البيس بيروس بيبقى فيه انفيرجن او سبينيشن فبالتالي بيتبقى مين اللي تبقى كونتراكتد هنا اكتر اللي هما السبينيتور موسلز مين بقى اللي بتكون ستريتشد او فيها ويكنرس اللي هي البرونيتورس موسلز تمام؟ تمام؟ الجزء ده برضو هنرجع في المراجعة تاني هنسترس عليه شوية طيب احنا دلوقتي قلنا ان احنا في البيس بيروس بيبقى فيها انينا حاجة اسمها او برونيشن او برونيشن ويبقى فيها هي هيها ال E version تمام؟ فالميديا المالوليس بيبقى سببيريور ويالاترال المالوليس بيبقى انفيريور اكتر من النورمال تمام؟ مين العضلات اللي بتشغالة في البيس بالجس العضلات اللي بتعمل ايه؟ بتعمل برونيشن اللي هي مين؟ برونيت الموسلز فهي اللي بتبقى بتبقى شورتنت انا ما مين العضلات اللي هي عكسها اللي هما مين؟ اللي هما السبينيتورس تمام؟ الجدول ده مش موجود في الداتا بتاعتكو بس هو مجمع الموسلز ومجمع كل الكلام اللي احنا قلنا في الجزئية دي فانا حبيت ان احطتهم من الداتا القديمة يعني فما تسكبش الجدول حوالي انت تقراه وتفهمه هيبقى لمملك الدنيا بتاعت الاسلائدين التلاتة اللي فاتو هيبقى اسهل يعني في الفكاته جميع يعني طيب بالنسبة للبيس بالجس احنا قلنا ان الانكل بيبقى جاي ناحية اين ويرد فبالتالي الويت بيرنج بيبقى فين؟ بيبقى على الناحية الميديل اوكي؟ والبيس بيبقى الحكس البيس بيبقى فيها اينفيرجن او سبينيشن الميديل الاولي بيبقى اينفيرير والايتر الميديل السبيري زي ميديل الاولي مين اللي بيقى شغال او مين اللي بيقى شغال اه في البس فيروس احنا قلنا انهو الانفيرجن او السبينيشن فمن العضلات اللي شغاله العضلات بتاعت السبينتور ماصر طيب مين اللي هتبقى مجدودة او فيها اللي هي العضلة العكسة مين العضلة العكسة اللي هي اللي هي بتاعت الفود اللي هم مين الفيبولاريس والاكستينسور ديشتورام لونجس العضلتين دون اي حاجة غير دول دول هاي بولينتينج في البس فالكس علشان ما تواضعوش تحفظو كتير احفظو الفيروس احفظو الحاجات الاقل والحاجات الاكتر إنه مجدودة يعني ايه تبقى فهو لا كاناش الحاجات استعمال طيب الوبيبيرينج بقى فين اكتر على الفيروس في البس فيروس هيبقى على الناحية اللاترال لان الانكل بتبقى جاية نحية اوطورد طيب çocuğا معنا كده انه هي اكترى على الناحية مين على الناحية اللاترال طيب احنا نعيد الجزئية بتاعت اللوالليمب دي كلها لي احنا قلناها وتيها تبقى اخير حاجة خالص هنرجعها بس وخلاص احنا اول حاجة اتكلمنا على اللور بادي قلنا ان احنا نبص فين على اللمبر سباين في الابر بادي قلنا بنبص على السيرفايكل والسلواتي كان بقى نبص على اللمبر نشوف في بقى سكيليوزيس في بقى اي مشاكل مصر سبازم في لاترال فليكشن في مصر ايمبالنس اي حاجة كده هنقض نبص عليها تاني حاجة هننزل عليها هي البلفيك ريم هنبص على البلفيك ريم باقي البلفيك تغير الوضاعية بتاعتها بتغير وكذلك العكس بردو لو البلفيك توجد في تغيير الجسم هتلاقي بي حاول انه يكمنسي التغيير الذي حصل في البلفيك فمسلا لو حصل عندي ان البلفيك حصله ريزنج في الناحية الرايت اتلاقي ان احنا في الناحية الرايت فا شغل من سيشغل عضلة اسمها الكودريتس لمبورم وهي مسؤولة عن اللاتر فليكشن أو الهيب هيكينج وكما في عضلة اسمها المبور وهي مسؤولة عن اكستنشن بتاع اللمبر هي كما هيحصل فيها سام شورتنينك بسبب المشكلة دي ففي حاجة أنسي تقولها اللي هي بيجد أنه في عندنا أبيرانس أو المور ان ديبر سكين كريسيس اللي هي تجعيد في الناحية اللي هي ناحية اللي فيها التايتنس لأيه لان انا مميلا فبقى إنسي sweating كله جاي ناحية فبقى فيه تجعيد بقى هذه الشكل النورمال بتاع البلفس اي امبالنس اي امبالنس انها هيعمل امبالنس في الجسم الجسم اي حوال نوي المنسيت والعكس دعنا بعد كده على قاف مدلاين قولنا قاف مدلاين دا مدلاين ماشي في نص القاف مصام لو جي ناحيةn lateral فمعنا فمعنا كده اعملت ايه من العضلات التي تعمل الانوورد راتيشن سلك الدمون وهو عبارة عن ميطلين على موضوع لاتباله في الاكيل استندن لذا كان في الاكيل استندن يوجد حدف برا من الذي يدخل نحية جوهه؟ الانكل جوينت ستجده نحية جوهه سنعمل فيه الانكل هذا الانكل بالنسبة للانكل سوف يرفع الناحية سوف ترفع الناحية من اللي قربت من بعضها وهي البروني المسل عندنا البروني المسل هي اللي هتبقى مضمومة على بعضها سوف يحصل فيها شورتنين من العضلات اللي يبقى حصل فيها هي العضلات السوبينيشا ومهم جدا نحن نبقى عارفين وفي حالات الفيروس بيبقى الانكل بتاعنا جايب فين تمام طيب المالولاي نفس الفكرة بتاعت الاي الاكيد انا عندي طومة للاي بس هي هنا الحتة المختلفة ان انا عندي طومة للاي واحد ميديا الواحد لترال الميديا بيبقى اعلى من اللترال فلما لاي الميديا الاعلى عن الطبيعي بتاعه فمعنى كده نعندي في مشكلة لو لقيت واللترال بيبقى فيها انفيرير اكتر عن الطبيعي بتاعه عن النورم طيب امتى يجي ميديا الامتى يجي لترال امتى الميديا اللي يبقى مرفوع اكتر الميديا اللي يبقى مرفوع اكتر في حالات الفالجس في حالات الفالجس بيجي ان البونز بتاع الانكل او الانكل بيجي نحية اين ويد فبالتالي بيرفع المالولاي من العضلات اللي بتبقى مجدودة هنا السوبينيتور بتبقى مجدودة يعني حصل فيها وهنا الحتة دي بتبقى مرفوعة شوية كده مضمومة على بعضها فحصل فيها اللي هي اللي هي العضلات اللي هي اللي بتعمل تمام والعكس في الفيروس العكس في الفيروس هلاقي ان البونز دي حاوضة لبرا البونز اللي هيتبرا الناحية دي مجدودة يعني بحصل فيها الناحية دي هتبقى مضمومة في الناحية دي هتبقى الناحية دي هتبقى مضمومة على بعضها هتبقى مضمومة على بعضها حصل فيها وفي حاجة اسمها البس فيروس المهم بس في الحتة بتاعت الاكيلس تندون يعني ان الاكيلس تندون المحور نفسه او اللعين بيبقى خارج لبرا انما الانكل نفسه نحت جوه البونز بتاعت الانكل لجوه عشان ما تتلغبطوش تمام قلنا التايلس والكالكينيس بتبقى سلوب انوارد في حالات في حالات اللي حصل فيها فبتبقى الكالكينيس والتايلس اللي هم بتوع الانكل جوين تبقوا جايين ناحية جوه جايين ناحية انوارد فبالتالي بقى فيه عندي من العضلات اللي بتكون مجدودة اللي هي العضلات بتاعت حصل فيها شد كده اللي هو فالستريتشنج فالستريتشنج ده عمل فيها ومن العضلة تبقى مضمومة على بعضها اللي هي العضلة اللي بتعمل اللي هي البروني المسل تمام؟ ويقولنا الناس اللي هم عندهم لو هم عندهم بس فيروس يعني عندهم انفرجن او عندهم سوبينيشن فبالتالي الميديا المالولاي بتاعهم هيبقى باين تحت انفيريور واللاترال المالولاي هيبقى هو هو السوبيريور تمام؟ يقولنا احنا في عندنا this is an alternation في البوزيشن بتاع التايلس والكالكينيس بونس على حسب على حسب مثل المعينا زي ما أقولنا احنا عندنا التيرس والكالكينيز هيبقى الاثنين دخلين في جوة في حالات البيس فيروس هتلقون الاثنين دخلين ومشي في حالات البيس فيروس هتلقون الاثنين خرجين اوت ورد فهم بيكمبنسات على حسب مين اللي فيها يجب ومن اللي فيها ايه ويجنس وكال تمام قابلا في حالات الان فيرجن بيحصل فيها سوبينيشن فمين العضلات اللي بتبقى Shortened العضلات اللي بتعمل Subination ومين اللي هتبقى Stretched العضلات اللي بتعمل Bronation مين العضلات اللي بتعمل Bronation اللي هي Bronator Muscle وده الجدول اللي مجمعه ومجمعه الباس فالجس يعني ايه؟ بيحصل فيه Eversion أو Bronation تمام؟ الميديا المالولاي بيبقى أعلى من اللاترال المالولاي ماشي؟ مين العضلات اللي بيبقى فيه حاصل فيها Lintening اللي هي العضلات اللي هي Subinator Muscle هتقعد تحفظ ده كله ولا تحفظ التانيين أفضل ويهي الويت بيرنج بيقى فين؟ لأن البونز بيبقى جاية ناحية جوه ناحية Inward فبالتالي هتلاقي ان الفود شفتوا الصورة بتاعت الفولجس اللي في الأول دي؟ بيبقى التحميل أكتر على الناحية الميديا معظم الحاملة الويت بيرنج بيبقى على الناحية الميديا لصائد من الفود العكس في الفيروس الفيروس بيعمل Subination فالميديا المالولاي بيبقى ينفيرير لاترال مالولاي بيبقى Subirium من العضلات اللي بتبقى Linset اللي هم من البرونيتورز لأنه هو بيعمل Subination فالعكسها بتبقى حصل فيها Stretching أو Lintening أو حصل فيها Weakness طيب بما ان البونز بتبقى جاية ناحية بره اللي هي Thales والCalkinus بتبقى جاية Outward في الفيروس فبعنا كده انها عندي التحميل بتاع الويت بيرنج كله هيبقى على ايه على الناحية اللاترال دي كده ان شاء الله مراكعة كده في دقيقتين انا حاولا نقدر نجديهم كده احنا عملنا ايه في المحاضرة دي احنا اتكلمنا فيها عن Blumb Line في الاول وقلنا عن ايه Blumb Line Blumb Line ده بيمسل Line زي Line with gravity بالزبط ده اللي بحدد فيه لو فيه Division معين لو او مفيش وقلنا بعد كده اتكلمنا عن Upper Body Board قلنا Upper Body Board اول حاجة بأسس بعمل assessment من اول راسه من فوق خالص لحد بعد اخر حتة في رجله وطبعا احنا مش ريه في المحاضرة قلنا او حاجات دي كلها فقلنا اول حاجة قلنا اير ليفل لو اير ليفل حصل فيها لاترال فليكشن او حاجة او فيه لقينا واحدة اير لوب نازل عن التانية فمعنى كده انا في عندي لاترال فليكشن عضلات المسؤولة على الاترال فليكشن هما الـ ونفس العضلات لما اقول tilt right تبقى العضلات الموجودة right tilt left يبقى العضلات موجودة left وقولنا التكلمنا التورتيكلس وقلنا ان ان دي حاجة conchernital بتفصل في الاطفال بيبقى فيها عندهم lateral flexion مع rotation وبنسميها لحسب lateral flexion يعني هو اللى عامل lateral flexion من ناحية right فاسمه torticollis right تمام فالتورتيكلس right ده يعنى هو عامل lateral flexion ناحية right. المهم قوي انك تعرفها torticollis right يعني lateral flexion ناحية right يبقى من اللى اللي متأثر على عضلاتنا ناحية right الروزوشن اتبقى في النحية في النحية الليفت يعني نحية العكسية بعد الآن نزلنا في السرفايكلاسباين وقلنا انه يكون فيه سنة كربيتشر فبالتالي لو انا نجد الحاصل بيه إنتبه حاصل معنى كده ان الاكستنسور مسل شغاله кольку كان انه هنا انا باستنسور مسل لو وجدت انه هو ستريت بعد الآن نزلنا على الشولدر قلنا نرى الشولدر انا لنشوف فيه النهائد فيه واحد اعلى من اخر ونحدده من الانجل إذا أردت في انجل أعلى من الثاني فمعنى كهول شولدر على بعضه مرفوع والسكابيلا كزاني قلنا الاسكابيلا فيها حركتين بالأد دكشن والأب دكشن الأد معناه ان انا بقرب من بعض اللي هي الحركة بتاعت الريتراكشن برجع يدير وراء كمان بقربهم لبعض والبروتركشن اللي هي الأب اللي هي الأب بسبب البروتركشن اللي هو وضع التأتيبة وده بتكون كومن أكتر والدير برقيها في العيادات أكتر كلمنا بعد كتع الابورد ويمس dent ليسيحamat ولا تنسيح وهنا0 لسيحوض خايف على حسب الفيبرز بتاعتها فهو قال لي انها بيحصلها الاثنين فعلا المصل بيحصلها الاثنين ولكن فيه فايبرز معينة بتتمدد في فايبرز معينة بيحصلها شورتنين تمام؟ قلنا ان احنا عندنا المصل اللي بيحصلها لانتنين في الابورد روتاشن اللي هو العضلة اللي تحتها اللي هي الروبويداس ميجو ليحصلها شورتنين الجميع اللي هي الابر. وهي المبويضاس ميجو تحصلها لانتنين القليل اللي هي الجيزئية اللي تحت اللي هي بتلف기를 تاني الفرشة بتلف كده فندحية او تحت دي بتункدد ويحصلها سترتشنج تمام؟ واهنا ويحصلها شورتنين كام مين اللي تحت الاثنين العضلة اللي هي المبويضس ميجو من الفوق الابر فايبرز معينة والثمانين تمام؟ إدعونا نظر مونغ منخفضد المgroup إستطاع أنه يكون م blandثت ربش من Влад إنه كدس Redmi أستطيع الوينغ debugger بسبب hygiotis anterior حيث يصل بيها مشكلة السياريوانج النظر بلايك مسافة مع الدليل لا ليس ايسان بسبباً Wort نيرف او نيرف التسريس انتيري هو اللي في مشكلة. كمان مبصة على الستوراسيك سباين لان في الابر لامب فبص على سباين اشوف في سكيليوس ولا لا. قلنا سكيليوس بيحسب في صحيح كتير. كونجينيتل او بايو ميكانيكس او اينجري في جلانس دستوربانس او بالفك لاترالي تيل. بعد كده بابص برضه على الابر لامب على الارمز بتاعته كده بشوفها هل هي ابدكتد اوي لو هي يعني لك أن الصبراسبينتس و الدلتويد ميزمج الاثنين ببقوش مع النيرمل لو كان هناك ناحية بعيدة عن الثانية يعني أنه يكون الرحيدة في الثانية وإذا كانت مشكلة بشكل الن懸ph يغير المياه ولو يحفل الكتب على اللاترال فليكشن به الساعة فهناك تعبط على صقة الكواتيرات السلمبورم لأنه الكواتيرات السلمبورم هي المسؤولة عن اللاترال فليكشن بعد كده قلنا بنبص برضو في اللور بادي بورت على بعد كده خلنا على اللور بادي بورت ان احنا بنشوف بقى هل هو ستريت ولا فيه سكيديوزيس فيه كيربيتشر معين فيه موصل اسباز فيه إمبالنس فيه لاترال فليكشن فيه بيلفك مرفوع عن التانية قلنا اول حاجة عندنا البيلف كريم قلنا لو فيه واحدة تبقى لو قلنا ان البيلفك بتكمبنسات او الجسم بيكمبنسات لأي حاجة بتحصل للبيلفك والعكس تمام فلو كراء البيلفك الحصول لها بجمع التمع في ناحية اللات رفعت on it فالجسم بيحملChroticujuن في الناحية一ترافعيت بفعل من اللكم yahoo بنطريق ايأ؟ من الحاجة الجدولف بجمع الملفورية فبلاقي بالطبيعة عندي تقعد في ناحية هي لاترافك البيلبس مرفوعة فيها وكما معاها العضلة التي هي الـ Lumber Extrospine في الناحية اللي أنا فيها لو هي ناحية ريت يبقى هي الناحية الريت الـ Lumber Extrospine بعد ذلك قلنا القفلين قلنا القفلين ده ماشي في النص امتى يتحرك ميديل لو حصل وقلنا العضلة طيب بعد ذلك قلنا نفس المفروض ان الـ Lien المفروض ان الـ Lien مستقيم لو حدف لبرا الـ Lien فهي فالغس ولكن الـ Lien نفسه يدخل يبقى الـ Lien يدخل لجوه انما الـ Lien نفسه يحدث لبرا فمعنى انها دخلت لجوه يبقى حصل عندي A vulgus والثانية عكسها الـ Subination أو Inversion حدف لجوه وانكل جوينت حدف الـ Lien حدفت برا بقيت Outward أو الـ Inversion أو كالكينيو فيروس بعد ذلك قلنا الـ Lien حدف الـ Lien يبقى أعلى من الـ LATERAL في الـ LATERAL فلما لقى ان الـ LATERAL طلع أكثر فمعنى كده ان انا عندي بيس فالغس لو الـ LATERAL لو نزل عن الـ LATERAL و الـ LATERAL هو اللي أعلى منه يبقى يبقى كده حصل بيس فيروس ان شاء الله فهمنها الـ LATERAL أو الـ LATERAL بتدخل الـ LATERAL طبعاً لان ده العضن بتاع الـ LATERAL فتدخل الـ LATERAL فتدخل الـ LATERAL في حالة الناس اللي هم عندهم فالغس تمام؟ بتدخل لجوه في اللي هم الـ LATERAL بيس فالغس ملايين الـ LATERAL دخلت ناحية جوه فبيحصل عندي E-version فالبرونيتور هي اللي تكون شغالة فمين اللي تستريتشد اللي هي السوبينيتور موسل هتقدت نحفظ السوبينيتور موسل؟ لا العكس بقى ان الناس اللي هم عندهم بس فيروس بيبقى عندهم فبالتالي مين اللي بتبقى الميديا المالولاي بيبقى نازل والLATERAL هو اللي بقى مرفوع ويبقى فيه عندهم مين اللي بقى شغال أكثر اللي هم السوبينيتور موسل هم اللي بيكونوا شغالين فبالتالي مين اللي بيكونوا طب احنا هنحفظ مين هنحفظ البرونيتور موسل والتانية الثانية العكسة الثانية العضلات البقية تمام اللي هم مين الفيبولاريس والأنتير والإكستنسور ديشتوري تمام انا كده الحمد الله خلاص المحاضرة اسف لو كنت طولت معاك بس انا حاولت ان انا اوصل كل النقطة بحس ان انت بفاهمينها لو في حد مش فاهم حاجة او حصل مني يعني في حاجة تاهت مني او كده ممكن تنبهوني عادي يعني بتقبل النقد عادي ولكن خلي نقدك يكون بناء على قد ما تقدر وممكن نتناقش مع بعض لو في غلطة او سهوة مني فبعتذر مقدما لو في حصل اي سهوة او اي حاجة وشكرا لاستماعكو ولا تايق اسبل افقد الامل وان شاء الله خير ما تقلوش وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته